متابعي قناة أصرار النجوم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ما تنسوا اجدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس باشتوسلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية بعد الزجل الإعلامية الكبيرة بسبب تصريحات أرملت الراحل صوفيان الشعري اللي يرحمه ينعمه حول الأسباب الحقيقية لوفيته وين حملت كامل المسئولية للممثل فرحاتهنينة في وفاة صوفيان الشعري وقالت هو اللي غضرب صوفيانا لا يرحمه وتسبب في موته تصريحات صادمة خلت الممثل فرحاتهنينة يدخل في حالة من الهستيريا بعد تعرض لحملة شريسة على مواقع التواصل الاجتماعي وطلع في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية كذب فيه تصريحات أرملت سوفيان الشعري وحكي على فيرسيون معاكسة تماما للفيرسيون متاحة بطبيعة كنا نحكينا في كل التفاصيل في دي فيديو سابقين تون خليهوكم تفرجوا فيهم فرحاتهنينة خلال الفيديو اللي نشره هو زادة فجر حقائق مدوية عن اللحظات الأخيرة في حية صوفيان الشعري قبل وفاته واتهم زوجته بأنه هي المسؤولة على موته لكن بالتصريح الأخير اللي شريكهم الثالث يونس الفرحي اللي كان صاحب سيناريو انسبتي العزيزة وجه الضربة القاضية لفرحاتهنينة وقال له اسمك زدنيه وقت التصوير وبطلب خاص من صوفيان الشعري اللي يرحمه ونعمه يعني أيد كل التصريحات متاع أرملت صوفيان الشعري وطلع هو اللي يغضرب صوفيان وتسبب في موته بالحق لهنا يتعرض فرحاتهنينة لحملة شريسة في مواقع التواصل الاجتماعي وضغط كبير عليه خليه يتعرض لوعكة صحية حادة الشي اللي استوجب نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم هذا خليه يتخلف اليوم على حضوره في برنامج الدوامة مع الأعليمي محمد الخماسي على أي فهم واعتذر في مكالمة هاتفية خاصة وكان اللقاء مش يرد فيه على تصريحات الممثل يونس الفرح الأخيرة